برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم أمس حفل ختام النسخة الثالثة لمسابقة البحرين للصقور والصيد شاهد حفل ختام النسخة الثالثة لمسابقة البحرين للصقور والصيد الذي يقيم برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شاهد حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة السيد هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمشاركون من الملاك وصحاب الصقور من مملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجميع بنجاح المسابقة مؤكدا سموه أنها استطاعة تحقق الأهداف والتطلعات بدعم الملاك وصحاب الصقور المحليين والخليجيين من أجل الارتقاء بمستوياتهم وقدراتهم بما يساهم في تعزيز ثقافة الرياضات التراثية والذي ينعكس بدوره للمحافظة على المورثات العريقة النابعة من التراث الوطني الأصيل لدول المجلس وأشاهد سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الملاك وأصحاب الصقور في هذا الحدث الرياضي التراثي والذي ساهم في تحقيق أعلى معدلات النجاح لا سيما من الناحية الفنية بظهور أصحاب الرياضات التراثية بمستويات فنية عالية عكست تحضيراتهم القوية لخوض المنافسات وتحقيق النتائج الإيجابية في هذا التجمع المميز وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة ومقدرا سموه الجهود المتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة العليا برئاسة السير خليفة عبدالله لقعود واللجان العاملة وكذلك جهود مختلف وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية لإبراز وانجاح البطولة وخلال الحفل تم فرز الصقور العشر المتأهلة للمرحلة النهائية من مسابقة مزاين الصقور ثم تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة حيث فاز بالمركز الأول الصقار القطري حمد بن سعيد بن جميلة فيما حلف المركز الثاني الصقار القطري حمد بن ناصر بن سعيد النعيمي بينما حلف المركز الثالث الصقار السعودي ماجد بن معجب الدوسري بعدها قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الشركات الرعية للمسابقة والملاك واصحاب الصقور المشاركين بالمسابقة وتتويج الفائزين بمسابقة مزاين الصقور لا يمكن لأي مجتمع كان أن يحافظ على موروثه الأصيل ومخزونه الثقافي العميق إلا بدعمه وتجديده وتوفير سبل النجاح له ليكون إرث الأجداد المصون وحاضر ومستقبل الأجيال هذا بالفعل ما قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لدنة الأولمبية البحرينية من خلال رعايته لمسابقة البحرين للصقور والصيد التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضات التراثية وهو ما ينعكس بدوره للمحافظة على الموروثات العريقة النابعة من التراث الوطني الأصيل لدول المجلس الحمد لله على كل حال مثل ما ذكرت يعني أنا جدا جدا راضي بهذا المستوى الطيب وكل عام إن شاء الله بيكون عندنا تطوير ومبادرات جديدة إن شاء الله عندنا إبداعات أخرى يعني اهتمينا بالصقار الصغير وهذا برنامج نحن مهتمين فيه اهتمام عالي نبغي أن نمي هذه الصفوف القادمة من الأجيال ليهتمون برياضاتنا وتراثنا وصقارة الطيور ومعرفة تراثنا وتراث يعني وطبع أجدادنا فكل عام إن شاء الله هناك أفكار جديدة وكل عام إن شاء الله يزيد المنافسة ما بين الصقارين وجميع المضمرين فالله يوفق إن شاء الله الجميع هذا الحفل شهد كذلك مسابقة مزايا لصقور التي تنافس عليها العديد من المشاركين من مملكة البحرين ودول الخليج العربية بكل نزاهة فقد كانت الكلمة الفصل في نتائجها للجنة التحكيم التي اطلعت على الصقور المشاركة وقيمتها بناء على معايير وضعتها اللجنة التي شارك فيها محكمون من عدة دول خليجية بطولة ذي طبعا لجنة التحكيم الدولية من التكوّن من دول مجلس التعاون كل حكم من دولة معينة الطيور اللي تشارك لها معايير معينة طبعا هي تميز ذي المسابقة بجمال الطير وآفات الحر المعايير إنه يكون لها مقاس معين وإنه يكون مهب تفريخ يكون وحش وإنه مخالي من العيوب ويقيمون المحكمين عندنا على حسب جمال هذا الطير الحمد لله هذه المسابقة هذه السنة حققت نجاح بإشادة من جميع الأخوة البحرانيين والأخوة اللي جوّلنا من الخليج الحمد لله النجاح الواضح من بداية البطولة تم التغلب على بعض المصرعب من الأحوال الجوية والأمور وخبرة الأخوة اللي جان نجاح الحمد لله فعاليات الدعو فعاليات الكثيرة تم استحداث الكثير من الفعاليات هذه السنة والحمد لله يعني نحن اللي نبغي اللي كان مخطط لها من البداية كلها شفنا على الأرض الواقع مؤخرا اليوم تم نجاح الحمد لله بطولة المزاين مزاين الصغور بزيارة الأخوة الخليجيين والحمد لله تم عرفات المركز الأول مبارك لهم مركز الثاني مركز الثالث الحمد لله يعني كل ما كان مخطط له شفنا مشاركة الملاك وأصحاب الصغور بشكل كبير ساهم في تحقيق أعلى معدلات النجاح كاسيما من الناحية الفنية بظهور أصحاب الرياضات التراثية بمستويات فنية عالية عكست تحضيراتهم القوية لخفض المنافسات وتحقيق النتائج الإيجابية في هذا التجمع المميز وهو ما شاهدته مسابقة المزاين لصغور طبعا أول شيء أنا أهني مملكة البحرين على هذا المهرجان المميز على هذا التنظيم المميز على هذا المحفل لجاو عيال وأبناء دول مجلس التعاون من كافة البلدان طبعا المهرجان هذا المشاركة فيه بحد ذات هفوز بالنسبة للبطولة هذه بطولة المزاين من أهم البطولات أو من أهم الرياضات أو الرياضات المحببة لدى شيباننا وأساسنا طبعا الشيباننا هم الأساس هذه التظاهرة الرياضية الفريدة التي وجه بوصلتها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تلقى اهتماما عربيا كبيرا من قبل الصقارة وعشاق هذه الرياضة فهم يستعدون لها بشكل كبير لشهور عديدة كيف لا وهذه المسابقة تتيح لهم المساحة الكافية لممارسة هوايتهم المحببة وإحياء موروثهم الشعبي الذي لطالما تميزت وتفردت به دول الخليج فقد لقت هذه الرياضة اهتماما حكوميا خاصا بها على أرض مملكة البحرين على مر التاريخ معان عديدة وعميقة جسدتها مسابقة البحرين لصقور والصيد بمشاركة واسعة من قبل صقارة الخليج بمختلف الفئات لتؤكد للعالم أجمع حرصا واهتمام مملكة البحرين في الحفاظ على الموروث الشعبي الذي تتشارك فيه جميع دول الخليج فقد حققت هذه المسابقة منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا نجاحات عديدة يشهد لها الجميع يحلي العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين